وصلت مؤسسة حياة كريمة جهود إطلاق القوافل الطبية لتوفير مختلف الخدمات الصحية والرعاية الطبية للمواطنين في المحافظات وتستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحسين حياة المواطنين في المناطق النائية وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية التي تقدم خدماتهم بالمكان تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في إطلاق القوافل الطبية المجانية لتوفير الخدمات الصحية والرعاية الطبية اللازمة للأهالي في المحافظات حيث شاركت مؤسسة حياة كريمة في قافلة طبية تخصص طب الأسنان في مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة نظمتها كلية طب أسنان جامعة القاهرة للكشف والعلاج في تخصصات الأسنان المختلفة ده جزء من رسالة الكلية المجتمعية إن احنا طبعا مش مؤسسة تعليمية بس احنا مؤسسة علاجية كمان وطبعا رسالتنا المجتمعية في العلاج وفي تواغل داخل المجتمعات وشوف إيه اللازم المطلوب نعمله أهالي مدينة الحوامدية استقبلوا القافلة طبية منذ ساعات الصباح في انتظار توقيع الكشف الطبي عليهم فضلا عن نشر ثقافة الحفاظ على صحة الفم باعتبارها مؤشرا رئيسيا للصحة العامة للإنسان نقوم أنا ومساعدة الدكاترة من معايا في القصر العيني من طبال الامتياز ومن الحشو العصب والحشو العادي والتنظيف كل ده جايين نكشف النهاردة على العينين ونقدم لهم خطة علاجية مش خطة بس مجرد كشف لأ خطة علاجية كاملة هنا من متواجدين من الساعة 8 عشان نبدأ من نظم حضور الناس الموجودة طبعا هي كلها أهلينة ودي حاجة مساعدة بسيطة جدا ليهم مقدمة من مؤسسة حياة كريمة تستهدف المبادرة رئاسية حياة كريمة تحسين حياة المواطنين في القرى النائية من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية والتي تشمل الكشف والعلاق في جميع التخصصات الطبية بالمجان أحمد الحسيني التلفزيون المصري